سددت شركة العقارات الصينية العملاقة والمديونة بشكل هائل إيفرغراندا الجمعة قردا قبل ساعات من انتهاء فترة سماح التزديد بحسب صحيفة سيكيوريتيز تايمز الصينية الرسمية وتقدر ديون المجموعة الصينية العملاقة بنحو 260 مليار يورو ما يشكل تهديدا لبقية الاقتصاد وتكافح الشركة التي قامت بتنويع واسع في أعمالها في السنوات الأخيرة منذ أسابيع لتزديد فوائد مترتبة عليها وتسليم شقاق وفي نهاية إيلول سبتمبر لم تتمكن المجموعة من تزديد دفعات قروض يبلغ مجموعها 113 مليون يورو وهذا الشهر لم تتمكن من الوفاء بقرد ثالث بقيمة 127 مليون يورو ومع ذلك تستفيد المجموعة من فترة سماح لكل قرد تصل مدتها إلى 30 يوما وكان الموعد الأخير لتزديد الدفع الأولى هو السبت لكن على المجموعة أن تسدد أيضا 28 مليون يورو إضافية لدائنيها قبل نهاية التشرين الأول أكتوبر وفاجأت الشركة المحللين بتزديدها 83.5 مليون دولار بفوائد بحسب صحيفة سيكيوريتيز تايمز وأكد شخص مطلع على الصفقة لوكالة فرانس بريس أن هذا التسديد قد حصل بالفعل وأثارت مخاوف انهيار شركة إيفرغراند هلع على الأسواق العالمية في أيلول سبتمبر وتراجع سهم المجموعة الخميس بنسبة 10.5% لدى عودة تداول به في برصة هونغ كونغ بعد أسبوعين من الانقطاع وارتفع سهم المجموعة بنسبة تفوق الأربعة في المئة الجمعة عقب إعلان تسديد الشركة للقرد ترجمة نانسي قنقر